ان اوروبا والولايات المتحدة تطالبان بخطباء من خلاله مؤتمر سلام تقليدي وهذا خيار اسوأ من الحوار السياسي لانه يحامل طرفين نزاع كخصمين متسويين هذا ما اوردته صحيفة الجاردين البريطانية نقلا عن رسائل بريدية بين المبعوث الاممي السابق الى ليبيا برناندين ليون مع وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد وبناء على توصيات الاسباني ليون الذي ترأس الاكاديمية الدبلوماسية في الامارات بعد اسبوع من اعفائه من مهمته كمبعوث اممي الى ليبيا استمر خلفه كوبلر في ذات المشروع ورغم الفضيحة التي كشفتها الجاردين والمسودة المعلنة من قبل ليون الا ان هناك احزابا وسياسيين استمروا في الحوار قدما مع المبعوث الجديد لتمر مسألة رسائله السرية مرور الكرام بدافع الاتفاق السياسي اتفاق زاد من تعب المواطنة وتسبب في ازمة اقتصادية وسياسية في البلاد فغابت عنه صفة السلام والامنة وتصدرت في مكانهما عنوين الخيانة والوصاية في وسائل اعلام عدة تنظر لحكومة السراج ضمن هذا الاطار فرق الحوار المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب علمت بامر الرسائل ام لم تعلم لم تبالي بما رأت في الصحيفة وكأنه كان ضمن التوقيع بالاحرف الاولى للمسودة بعدم خذلان ليون ومسودته التي رفعت من شأن المصالح الشخصية وتخاذلت في الدفاع عن مصلحة الشعب كافة ليزداد المواطن قهرا وظلما في ظل وجود حكومة لا يعلم الكثيرون عن كيفية وجودها على هرم البلاد وهي لم تحظى بثقة احد من داخل ليبيا ولا يعلم الليبيون من رشحها ومن سمح لها بتمثيل الوجه السياسي ليبي في المحافل الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة